وعلي دعني أقلب أنا وإياك هذا السؤال الذي طرحه محمد شبارو الذي نقله لنا هل هذا حادث أمني منعزل أربط هذا مع ما ذكره أيضا قبل قليل أحمد دروشا من القدس مذكرا إيانا بالاجتماع الذي تلى اغتيال فؤاد شكر لنتنياهو القيادات الأمنية والذي اعتقد أنه لاحتواء التصعيد الذي يمكن أن ينجم عن اغتيال شكر ولكنه تبين أنه كان للتخطيط ولتنفيذ اغتيال آخر هو اغتيال الشهيد إسماعيل هنية هل سؤال حاضر إن كان ما جرى في لبنان حادث أمني أم أن هناك ما سيليه من الواضح ديمة بأن هذا الحدث الأمني الكبير والخطير هو يأتي في سياق ما يحدث في لبنان وغزة وتحديدا في لبنان منذ الثامن من أكتوبر 21 الماضي لحظة بدء التوترات الحدودية بين حزب الله وإسرائيل إذا ما عدنا بطبيعة الحال إلى العناصر التي أدت إلى هذا الاعتقاد هو أولا بأن هذه الشحنة وصلت إلى حزب الله منذ ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر بحسب طبعا وسائل الإعلام أو بحسب المصادر الأمنية وتسريبات المصادر الأمنية أيضا هذه الأجهزة استهدفت فقط عناصر حزب الله وربما قيادات حزب الله وربما أيضا المحور أو ما يعرف بمحور المقاومة بما أن السفير الإيراني هناك إصابات طفيفة حتى هذه اللحظة بحسب أيضا وسائل الإعلام محلية وبالتالي كل ذلك يقودنا إلى الاعتقاد بأن ما حدث في لبنان الأمر الحدث الخطير جدا هو في سياق ما يحدث منذ الثامن من أكتوبر وبالتالي قد يكون هناك رد واضح من حزب الله هذا ما نعرفه في الساعات القليلة المقبلة بما أن الجميع ينتظر بيان حزب الله لمعرفة ماذا حدث أو بالحد الأدنى لمعرفة كيف سيرد حزب الله على هذا الخرق الأمني الكبير ولكن أيضا دعينا نشير هنا إلى أنه في حال كان رد حزب الله باتجاه أو على مقربة من تل أبيب إذا كان هناك استهداف لشخصية أمنية بارزة مثل فؤاد شكر فكيف يمكن أن يكون الرد اليوم هذا السؤال يطرحه أو تطرحه أن نخب الثقافية والسياسية في لبنان على مواقع التواصل الاجتماعي هناك خشية جدية خاصة وأن إسرائيل كانت تلوح قبل أيام قليلة بتوسيع الحرب على لبنان ربما هي قامت بهذا الحدث الكبير للجم حزب الله عن الحرب المقبلة أو ربما هي تستعد إسرائيل اليوم من خلال هذا الحدث على التقدم أو على أن تحدث عملية أمنية سريعة في لبنان كما تحدث بعض الجنرالات الإسرائيليين وبالتالي اليوم نتحدث عن حدث أمني كبير بخم جدا هو الأطخم منذ الثامن من أكتوبر ونتحدث عن أن الجميع يترقب حزب الله من البيان إلى الرد ولأن هذا التطور نوعي والأول بهذا الشكل طلعوني هلأ هل ما عادت حزب الله باتجاه إصدار بيانات مرتبطة بهذا التطور تابعنا مثلا عند اغتيال فؤاد الشكر تأخر البيان أو التأكيد إلى حين التحقق من هويته ولكن بخصوص ما يجري حاليا هل متوقع أن يكون هناك بيان سريع من حزب الله؟ من المؤكد أنه سيكون هناك بيان سريع أو قد يتأخر إلى ما بعد منتصف الليل أو إلى اليوم التالي حتى معرفة بالتحديد ماذا حدث حتى معرفة حجم الخسائر البشرية هل الجميع جرحى هناك من يتحدث الآن في المستشفيات عن حالات خطرة عن بتر في الصاق أو بتر في الأيدي وبالتالي هذا كله سوف يقدم مؤشر ما إذا كان حزب الله سيرد بعنف أو أنه سوف يؤجل هذا الرد إلى وقت يناسبه خاصة وأن الرد على اغتيال فؤاد شكر على سبيل المثال جاء بعد أكثر من أربعة أسابيع وبالتالي هو الذي يختار الوقت والمناسب إلا أن الجميع ينتظر طبعا إلى معرفة ماذا حدث من خلال بيان حزب الله إن كان حزب الله سيفصح عن هذه الأجهزة أو عن طريقة خرقها وعلى هذا الذكر وهذه السيرة العاجل مصدر في حزب الله للتلفزيون العربي الحزب سيصدر بعد قليل بيانا يتطرق فيه إلى الهجوم السبراني